لم يقبل الفرنسيون بحكم فيصل في دمشق فبموجم معاهدة سايك سبيكو قدسم المشرق العربي إلى بين بريطانيا وفرنسا بريطانيا أخذت فلسطين وأخذت فلسطين وشرق الأردن والعراق بينما أخذت فرنسا سوريا ولبنهان ولذلك عينت فرنسا مندوبا ساميا وقائدا لقواتها في الشرق العربي هو الجنرال قورو الذي أرسل قواته إلى دمشق وقضى على الكيان العربي السوري الذي أنشأه فيصل والذي نادى به ملكا على سوريا في عام 1920 لم يقبل الفرنسيون بهذا الوضع الجديد لذلك قدمت قواتهم إلى دمشق وهزمت القوات العربية التي جابهتهم في معركة ميسلون سنة 1920 بخرج فيصل ابن الحسين من دمشق متوجها إلى مصر ومنها ذهب إلى أوروبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر